في وقت حرج يفتح رافييل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران أوراق مبادرة البحث عن إجابات لسؤال ضروري أكثر من أي وقت مضى هل ستثمر المفاوضات النووية في كبح جماح الاحتقان والتشنج بين طهران وعاشنطن؟ العنوان الرئيسي لزيارة جروسي يقول أن التوصل لنتاج مع إيران ضروري لتجنب الحرب بينما يقابله تصريح وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بأن طهران لن تتفاوض حول برنامجها النووي تحت الضغط والترهيب تترقب الأوساط الدولية الغربية على وجه الخصوص نتائج تلك المبادرة أما طهران فتنفي منذ فترة طويلة أي طموحات لصنع قنبلة نووية قائلة إنها تخصب اليورانيوم لاستخدامات تتعلق بالطاقة المدنية فقط تعود لتؤكد موقف التفاوض على أساس المصالح الوطنية لكن ليس تحت الضغط والعقوبات والترهيب في إشارة ضمنية تصل إلى واشنطن بضرورة تغيير المعادلة الأمريكية الإيرانية وتلك ورقة معروضة في حقيبة جروسي التي يحملها بمبادرة التهدئة ومفاوضات نووي التي يقول إنها نتائج مطلوبة لتجنب الحرب أسلوب التهدئة ذلك يأتي وسط تحذيرات من رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية بأن أي قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد برنامج طهران النووي سيقابل بإجراءات مضادة وهنا عقدة المنشار الذي يريد جروسي قص جذع الخلافات فيه حول تلك المفاوضات لكن في الجهة المقابلة تريد طهران أو تبحث حثيثا عن التوصل مع واشنطن لقنوات تفاهمات وعروض من كلا الجانبين من شأنها أن تخمد تبعات إلغاء الاتفاق النووي الذي ذشنه ترامب في ولايته الأولى في الحالتين سواء في الخلاف الإيراني الأمريكي أو الإيراني الأوروبي فان تحذيرا شديدا يطفو على السطح من مخاوف ارتفاع حدة التوتر الدبلوماسي مع إيران على وقع منع كبار مفتشي الوكالة من دخول البلاد كمعضلة يقول مراقبون إنها قد تقف في طريق تحقيق مبادرة جروسي أو أي مبادرات قادمة